اشتركوا في القناة وفي 1968 تم نقلها للمقر الجديد لمازال فيه اليومنا هذا واللي كان عبارة عن فيلا سكنية بزنقة يوغزلافيا في حي القيليز وكانت في البداية تتوفر على استوديو واحد إضافة إلى مكتب لي رئيس المحطة ومكتب لي رئيس المصلحة التقنية وخيزانة بالطابق الأرضي خاصة بالشريطة والأرشيف ومتد هذا الوضع حتى العام 1994 مع عقد مؤتمر القات اللي قد يتعرف المحتضلات الإدعاء عدة إصلاحات وطرميمات صفرات عن تعزيزها بستوديو آخر جديد معيدة تقنية حديثة ومازال هذا الستوديو حتى الآن كي تستعمل البط المباشر والتسجيل أيضاً كما تم إحداث العديد من التهديلات الأخرى اللي شملت شكل البناية بحيث تم تحويل طابق العلوي من المحطة إلى مكاتب إدارية إلى جانب مكتب لرئيس المحطة في حين ما تبقى من البناية طابق الأرضي تم تخصيصه للتقنيين والمنتجين والصحفيين تعاقب على إدارة إداعة من ركش من جهوية مجموعة من الأطور من ذوي الكفاءات المهانية اللي لها الوزن ديالها في العمل الإداعي بحال سي الأزدي وبعده تم تهين سيحمد السعيد العلوي حتى الغيث في 1970 والسيد أحمد الريفي من 1970 حتى الغيث 1992 السعب السلام زيان من 1992 إلى غيث 2004 والسعه مرب للشهد رحمه الله من 2004 حتى 2008 ف1999 تعمل استفتاء إداعي من تماته الإداع الوطنية بالرباط واصفر هذه الاستفتاء على أن إداة من ركش الجاوية كتحتل وعن جذارة باستحقاق الرتبة الثانية كأحسن إداعة جهوية بعد إداعة طنجة المادة من قولها عن أحمد رمزي الغضبان أحبائي حتى نتلقاه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى كالعدم نحتاجنا فكركم بالانضمام من القناة وتفعيل الجرس بس يوصلكم أي زديد كل ما أحبه والتقدير ترجمة نانسي قنقر